تشهد مدينة لبريقا الواقع شرق ليبيا اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس الليبي معمر القذافي والمحتجين الذين يدافعون عن المدينة بكل ما أوتوا من قوة المدينة الغنية بحقول النفط عرضت لقصف جوي مكثف في وقت مباكر من صباح اليوم قبل أن تتمكن قوات القذافي من السيطرة عليها إلا أن المحتجين يؤكدون أنهم نجحوا في ضحر تلك القوات كما تعرضت مدينة أشدابيا الواقع في نفس المنطقة إلى قصف جوي عنه في السهدف كما يبدو قواعد عسكرية يسيطر عليها المناوئون لنظام القذافي وتشهد مدن الشرق الليبي معارك كر وفر بين المحتجين وكتائب القذافي التي تحاول إعادة السيطرة على تلك المدن التي أصبحت بقفضة المحتجين شهود عيان أفادوا أن اشتباكات البريقة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن عشرين شخصا برصاص الأسلحة الثقيلة البعض منهم في حالة حارجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر